تشغيل خدمات الويب على طابعات HP يتيح تشغيل خدمات الويب لطابعتك لاتصال بأمان عبر الإنترنت بخدمات الطباعة المتصلة بالويب. مثل HP Print Anywhere والطباعة السحابية HPE Print وخدمات توصيل HP Instant Ink. تأكد من أن طابعتك متصلة بشبكة سلكية Ethernet أو لا سلكية لديها اتصال إنترنت نشط. ملاحظة، إذا قمت بتوصيل الطابعة بالحاسوب باستخدام كابل USB، فلن تعمل خدمات الطباعة المتصلة بالويب. إذا كانت طابعتك متصلة باتصال سلكي Ethernet، تحقق من الكابل ومن المصابيح على منفذ Ethernet للطابعة. ينبغي أن يكون ضوء الارتباط الأخضر ثابتاً وأن يومض ضوء النشاط البرتقالي في حالة توصيل الكابل. إذا كانت طابعتك متصلة عبر اتصال لا سلكي، تأكد من تشغيل ميزة الاتصال اللا سلكي ومن اتصال الطابعة بنفس الشبكة التي يتصل بها الحاسوب. تتضمن بعض الطابعات رمزاً لا سلكي ومصباحاً أزرقاً على اللوحة الأمامية للطابعة. إذا كان للطابعة مصباح أزرق، وكان المصباح في وضع التشغيل ولا يومض، فإن طابعتك متصلة. طريقة تشغيل خدمات الويب على طابعات مزودة بشاشة لمس أو شاشة LCD. إذا كانت طابعتك مزودة بشاشة تعمل باللمس أو شاشة LCD، اتبع هذه الخطوات. على لوحة التحكم، اضغط على رمز HPE Print. إذا كانت لوحة التحكم الخاصة بك لا تحتوي على رمز HPE Print، انتقل إلى إعداد خدمات الويب أو إعداد الشبكة أو إعدادات الشبكة اللاسلكية لفتح قائمة خدمات الويب. إذا ظهرت شاشة الملخص، فهذا يعني أن خدمات الويب قيد التشغيل بالفعل. إذا طلب منك تشغيل خدمات الويب أو إعداد HPE Print، اتبع المطالبات لتشغيله أو إعداده. إذا تمت مطالبتك بتحديث البرنامج الثابت، اضغط على موافق. طريقة تشغيل خدمات الويب على طابعات من دون شاشة لمس أو شاشة LCD. إذا كانت طابعتك غير مزودة بشاشة لمس أو شاشة LCD، استخدم الصفحة الرئيسية للطابعة، المعروفة أيضاً باسم خادم الويب المضمن أو EWS لتشغيل خدمات الويب. للوصول إلى خادم ويب المضمن لطابعتك، اطبع أولاً صفحة تكوين الشبكة أو صفحة نتائج اختبار الشبكة اللاسلكية باستخدام مجموعات الأزرار على لوحة تحكم الطابعة. ملاحظة، قد تحتاج إلى الرجوع إلى مستندات الطابعة لمعرفة مجموعة الأزرار الصحيحة. للعديد من الطابعات، اضغط على زر اللاسلكي وزر المعلومات في نفس الوقت، أو اضغط على زري اللاسلكي وبدء النسخ بالأسود في نفس الوقت. لطابعات HP DiskJet 6000 و6400 وNV6000 و6400 وتانغو، المس زر المعلومات مع الاستمرار حتى تضيء جميع أزرار لوحة التحكم، ثم المس زر المعلومات وزر الاستئناف في نفس الوقت. ابحث عن عنوان IP الخاص بالطابعة على النموذج المطبوع. لفتح الصفحة الرئيسية لخادم الويب المضمن للطابعة، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في سطر عنوان المتصفح، ثم اضغط على إدخال. إذا ظهرت نافذة تسجيل دخول أو شهادة، أكمل المعلومات لإنهاء فتح خادم ويب المضمن. إذا تم عرض شهادة أمان موقع الويب، فانقر فوق استمرار لفتح خادم الويب المضمن. في حالة فتح نافذة تسجيل دخول، اكتب رمز PIN الذي يوجد على ملصق UPC الذي يوجد أسفل الطابعة، أو على ظهر الطابعة، أو كلمة المرور التي حددها مسؤول الطابعة. على صفحة خادم الويب المضمن، انقر على علامة التبويب خدمات ويب. إذا كانت علامة التبويب غير متوفرة، فإن طابعتك لا تدعم خدمات الويب. إذا ظهرت صفحة الملخص، فهذا يعني أن خدمات الويب قيد التشغيل بالفعل. إذا تم عرض صفحة الإعداد، فاتبع الأوامر لتشغيل خدمات الويب. ملاحظة، إذا لم تتمكن من تشغيل خدمات الويب، فتأكد من تحديث البرنامج الثابت للطابعة. انقر على علامة التبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على مقاطع فيديو HP بلغات أخرى. وابحث في قناتنا للعثور على مقاطع فيديو دعم HP الرسمية. ترجمة نانسي قنقر